كان مصدر النار رفيع المستوى قد أعرب في وقت سابق عن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة ووقف نزيف دماء الأبرياء في القطاع وأضاف المصدر أن بعض الأطراف يقوم بممارسة لعبة توالي الاتهمات للوسطاء واتهمهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة وأكد المصدر أن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاء بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور وذلك نظرا لخبرة وقدرة وحرفية مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة لافتا إلى أنه من الغريب استناد بعض وسائل الإعلام إلى مصادر تطلق عليها مطلعة وتتحدى إذا كان بالإمكان نسب ما تم نشره لمصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر